موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام السلام عليكم طلابنا العزاء أينما كنتم نرحب بكم في درس جديد من دروس مادة الكيميا للسادس العلمي الفصل الأول وصلنا معاكم في الدرس الماضي إلى الطريقة الثانية لحساب انثال بالتفاعل القياسي الطريقة الأولى عزاء طلب نوه إلها في الدرس الماضي أخذناها طريقة استخدام قانون هيس أنا كطالب شلو نعرف استخدام طريقة قانون هيس عندما يعطى في السؤال معادلات حرارية ويطلب إيجاد انثال بالتكوين القياسي لإحدى المواد ضمن هذه المعادلات أو يذكر في السؤال عبارة إذا علمت أن انثال بالاحتراق القياسي لقيم من العناصر داخل ضمن هذه المعادلات أو الطريقة الثالثة يذكر فيها باستخدام قانون هيس الآن اليوم إن شاء الله رح نأخذ الطريقة الثانية طريقة استخدام قانون المجموع اللي من قيم انثال بالتكوين القياسي القانون دلتا اتش ار نوت يساوي مجموع انثال بالتكوين القياسي للمواد الناتجة ناقص مجموع انثال بالتكوين القياسي للمواد المتفاعلة قبل البدء في بالنسبة للنحل هذه التمارين والأمثل العادي لهذا الموضوع نذكر طلابنا الأعزاء بالملاحظة اللي ذكرناه في الدرس الماضي إن قيم دلتا اتش اف نوت للعناصر الحرة تساوي صفر العناصر الغازية وعناصر الهالوجينات اضافة الحديد الصلب والألمنيوم الصلب والكاربونيغرافية والكبريت المعيني هذه القيم تكون صفر فلذلك النوة وننبه طلابنا الأعزاء تعال معي عزيز الطالب خلنشوف هذه الطريقة إذن أعزاء الطلبة أتينا للطريقة الثانية ونوضحها لكم من خلال الموضوع المبين أدناه طريقة استخدام قيم انثال بالتكوين القياسية لو أخذنا التفاعل الافتراضي الحراري الآتي A-small عدد مولات A-capital B-small عدد مولات B-capital G-small عدد مولات G-capital A-small عدد مولات A-capital نستخدم العلاقة الآتية لحساب قيمة Delta HR Note Delta HR Note مجموع انثال بالتكوين القياسي للمواد الناتجة ناقص مجموع انثال بالتكوين القياسي للمواد المتفاعلة لذلك عزيز الطلبة دائما ننوه ونذكر طلابنا العزيز يتم الفصل ما بين المواد الناتجة والمتفاعلات بأقواز كبيرة وبين القيم الداخلية بأقواز دائرية لضمان عدم الاجتباء باختلاف الإشارات خلنشوف أول مثال عائد لهذا الموضوع تعال معي عزيز الطالب إذن هذه كان القانون اللي وضحنا لكم أعزائنا الطلبة نأتي إلى أول مثال عائد لهذا الموضوع نقرأه سوية ثم نأتي إلى خطوات حله يلا أعزائي طلبة مثال ثمانية واحد يجري تفاعل الذي يتضمن الألمنيوم وأكسيد الحديد كالآتي الألمنيوم مع أكسيد الحديد يطين أكسيد الألمنيوم والحديد يطلب إيجاد دلتا HR احسب مثال بالتفاعل القياس لهذا التفاعل إذا علمت أن قيم دلتا HF قد أعطيت أخذ قاعدة عزيز الطالب عندما يعطى في السؤال قيم دلتا HF بالي وين يروح لحساب دلتا HR باستخدام قانون المجموع أو لا تنسى النواتج ناقص المتفاعلات إذن أعزاء طلب أول خطوة كتبنا القانون ونواتج ناقص متفاعلات ونذكر طلابنا الأعزاء نستطيع أن نضع القيم أسفل كل مادة على المود ميسر عندنا إرباك يعني من ناطين أوكسيد الألمنيوم أجه أضع القيمة أسفلها سالب 1670 على المود ما أخطأ خليها أمامي وبالنسبة الأكسيد الحديد سالب 822 هذا خليه أمام عيني على المود أعرف شلون أجاوب أعزاء الطلبة فأخلي القيمة أسفلها وهذه القيمة أسفلها من أجا عوض طبعا هذه يتم فصلها بأقواس لضمان عدم الاشتباه في القيم المعطى طبقنا القانون نواتج ناقص متفاعلات شوف أعزان الطلبة قبل أقلي ذكرناها شوف هنا الحديد الصلب والألمنيوم الصلب قيمة دلتا أتش أف وكذلك الحال سنوصل إلى موضوع طاقة كبس الحرة للتكوين أيضا قيمتها صفر لكن الأنتروبي ليس هناك قيمة صفر بل لها قيمة تعتى ضمن الأسئلة المناط والمراد حلها لذلك عزان الطلبة نواتج ناقص متفاعلات شوف أخويا أفصل بأقواس كبيرة ناقص وهنا المتفاعلات بدأناها بالألمنيوم صفر وأكسيد الحديد قيمته سالب 822 إذن القيمة النهائية سالب 848 كيلو جول على المول هذا كان المثال العائد للطريقة الثانية طريقة استخدام قيمة منثال بالتكوين القياسية بقانون المجموع نلتقل سوية نعزان الطلبة إلى حل التمرين هذا التمرين 8 واحد أيضا نوضح الطلابنا الأعزاء هنا ذكر في السؤال كالآتي لكن هنا نوه لا فقر إن شاء الله نوضحها يحترق البانزين C6 H6 في الهواء ليعطي ثناء أكسيد الكاربون الغاز والماء السائل احسب دلتا HR لهذا التفاعل إذا علمت شوف من يطي قيم دلتا HF بدون أي تفاهم شجد دلتا HR بمنع عزائي الطلب قانون منه المجموع فدير بالك عزيز الطالب إذن أول ما نجي هنا لم يعطى في السؤال معادلة الهدف نحن نكتبها وتعلمناها بالدروس الماضية كل احتراق بالمتفاعلات وي أوتو وانتبه للمادة المحترقة إذا كانت المادة المحترقة مركب عضوي هيدرو كاربوني فدام نيطيني غاز CO2 والماء السائل ثم نوازن المعادلة بعد ذلك إذن أول خطوة من خطوات الحل يجب كتابة معادلة الهدف وهذا النوع من قانون المجموع دائما شي يقول هنا يبدأ بكلمة يحترق أي أن الهدف هي معادلة احتراق فنذكر طلابنا العزاء نكتب المعادلة وأيضا نضع القيم أسفلها ونطبق قانون المجموع فمن أجه أباوع معادلة الهدف أين وضعنا المادة بالمتفاعلات ويا أو تو شطاني سي أو تو وأش تو أو النووة لفقرة الموازنة اللي طبعا وضحنا احنا بالدرس الماضي لكن أيضا نذكر طلابنا العزاء الكاربون هنانا ستة تقسيم اثنين اش قد بقى ثلاثة ستة تقسيم اثنين ثلاثة أجه الآن على الكاربون ستة تقسيم واحد ستة لذلك ضربنا الكاربون لسي أو تو بستة والهيدروجين أجه الآن على الأكسجين ستة في اثنين اش قد اثنعش زائدا ثلاثة في واحد ثلاثة ثلاثة زائد اثنعش اش قد المجموعة عزائي صارت خمسطعش اخمسطعش تقسيم اثنين صارت خمسطعش على اثنين لذلك أي خلل بالموازنة عزائي الطلبة راح يحدث هناك خلل بالإجابة فلذلك عزائي الطلبة أرجو الانتباه لهذه الفقرة أنه الموازنة جاي من ميزان أي أن الكفتين المواد المتفاعلة والناتجة تحتوي على نفس العدد من تلك الذرات والجزيات والعناصر فلذلك بالنسبة لنا لهذه الموازنة أمر ضروري ابرها نوهنا لفقرة جدا مهمة نواتج ناقص متفاعلات فأوضعنا القيم أسفلها من أجا عوض شوفوا عزائينا الطلبة ننتبه لهذه الفقرة ستة لعدد الموالات دائما رقم وين موجود على جهة اليسار وأيضا نذكرك الموازنة دائما الرقم يصير وين على اليسار ليغرك أنه سي سي سيكس أج سيكس شفنا ستة على جهة اليمين لكن بالموازنة لسي أوتو كان الرقم على جهة اليسار عندما تم ضربة السي أوتو ونبدأ بالكاربون وننتهي بالهيدروجين بالنسبة للمواد الناتجة أما المواد المتفاعلة من أوازن الأكسجين رح يكون آخر عنصر فدير بالك إذن كاربون هيدروجين ومتفاعلات إلى النواتج وآخر شيء الأكسجين نواتج إلى المتفاعلات ليش؟ لنحسب التعريف مع كمية وافية من الأكسجين غير محددة ما يحتاجه من المواد الناتجة بعد ذلك نوازن المتفاعلات إذن الترتيب كاربون هيدروجين وآخر شيء الأكسجين كتبنا المعادلة طبقنا القانون انثال بالتكوين القياسي للمواد الناتجة ناقص مجموع انثال بالتكوين القياسي للمواد المتفاعلة هنا الستة لسي أوتو في قيمتها زائد ثلاثة في قيمة دلتا إيش أف نوت للماء سد للقوس ناقص افتح قوس انثال بالتكوين القياسي للبانزين اللي هي تسعة واربعين ومولاتها واحدة وخمسة عشر على اثنيا في صفر ذكرنا قبل قليل العناصر الحرة لا تنسى لياه الفلور الكلور البروم اليود الهيدروجين الاكسجين الناتروجين جزئي أثنائية الذرة فقيمة دلتا إيش أف نوت لها تساوي صفر اولا ننسى الحديد الصليب قبل قليل بالمثال اللي حلنا والألمنيوم الصليب والكاربونيغرافيت والكبريت معيني فلذلك عزاء طلبة اذا تم ايجاد قيمة دلتا إيش أف نوت للبانزين وهناك فكرة اخرى بالسؤال قد ترد ضمن الامتحانات انه بالعكس يطيني بالسؤال قيمة دلتا إيش أف نوت وليه نفسها دلتا إيش سي نوت لأن المحترق مول واحد ويطلب ايجاد انثال بالتكوين القياسي ايضا بقانون المجموع هكذا نوع من الاسئلة قد وردت وقد ترد ايضا مستقبلا فلذلك انه قد مؤخر يجي فهم القانون فهم مفرداته وانت ما ان شاء الله بطل ويكون هناك دقة بالتركيز عند الاجابة على المدى نحصل العلامة الكاملة فلذلك حبايبي شفتوا بهذا السؤال كتبنا معادلة الهدف وطبقنا القانون وكانت الهدف هنا احتراق ضمن قانون المجموع فلذلك عزان الطلبة تم اكمال هذا التمرين امل اللقاء بكم في الدروس القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة